عاجل تصريح خطير من مسؤول كبير مصري إصدام بين مصر وإثيوبيا جاي جاي وهام مصرع قبطان بحري مصري والسبب مفاجأة وبيان جمهوري هام في حل القضية الفلسطينية وخطير تسريب صوتي الأبي أحمد يتسبب في انقلاب داخل إثيوبيا وهام جدا تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين مصر والسودان وهام جدا الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن قطاع رقم 4 في البحر الأحمر هام ننشر لحضركم التفاصيل في الفيديو صلى الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا هيفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا وعاجل تصريح غطير من مسؤول كبير مصري الصدام بين مصر وإثيوبيا جاي جاي وزير الخارجية المصري الأسبق وهو اسمه نبيل فهمي اعتبر أن الصدام مع إثيوبيا آت لا محالة إذا استمرت في اتخاذ قرارات أحادية أشار إلى أن المرحلة الحالية مرحلة فارقة وفي تصريح لقناة صدى البلد قال فهمي أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن إنشاء سدود أخرى على نهر النيل بالغة الخطورة أضاف أن تحرك أديس أبابا في الآوينة الأخيرة يعكس أن الإثيوبيا اليد الوحيدة في اتخاذ القرارات الخاصة بهذا الجزء من نهر النيل وأشار إلى أن امتلاك دولة واحدة حرية اتخاذ القرار في مصار المياه أكبر من خطر بناء سد النهضة ويمثل مشكلة وأكد أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا وأوضح أن المشكلة تتعلق بقضايا حيوية لا يجوز أن تقررها دولة وحدها دون وضع اعتبار للأطراف الأخرى بمعنى أن إثيوبيا ما ينفعش تاخد قرار على نهر النيل وهو نهر دولي يعني مقيم بقوانين الدولية ما يفعش تتخذ فيه قرار لوحدها بدون موافقة دول المصاب بمصر والسودان أوضح أن المشكلة تتعلق بقضايا حيوية لا يجوز أن تقررها دولة وحدها دون وضع اعتبار للأطراف الأخرى وتابع وقال أن المرحلة الحالية مرحلة فارقة إما نتحول تجاه مفاوضات جادة حتى الوصول إلى اتفاق إما نجد أنفسنا أمام طريق مسدود إما السياسة أو المواجهة لا خيار ثالث وأشار إلى عدم وجود فرص كثيرة لتغيير الموقف الإسيوبي في المرحلة الحالية وخاصة مع اقتراب زمن الملء الثاني لسد النهضة أضف أن مصر ستتحرك سياسيا بنشاط خاصة على المستوى الرئاسي لفت إلى أن التحرك الرئاسي المصري يحمل رسائل عدة الإفريقية والمجتمع الدولي بأن القضية محورية وهمة وقال الصدام جاي جاي والسؤال يدور حول طبيعته هل هو صدام حاد أم من نوع آخر إذا استمرت إثيوبيا في اتغاث قرارات النوع حادية الكلام ده كان طالع من الأستاذ نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق إن بارح طلع يعني اللواء محمود خلف طلع وقال إن قادرين على إخراج سد النهضة من الخدمة في ستين دي الكلام ده كان فيه مدخلة هاتفية مع الأستاذ أحمد موسى الإعلام الكبير يعني قال إن إحنا قادرين على إخراج سد النهضة من الخدمة في خلال ستين دقيقة فقط يعني إثيوبيا مش هاخدى بالها من اللي احنا عملناه مع شارون وفي خط برليف اللي خلصناه في ست ساعات وموضوع خلص بكل بساطة وقال إنه ما ينفعش يضرب إلا بيقوم بلا النهوية وخط برليف اتدمر تماما أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام وأنا أقرأ تعليقات حضركم بشكل مستمر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر هام جدا السيسي يصدر قرارا بشأن قطاع رقم 4 في البحر الأحمر الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن قطاع النفط رقم 4 في البحر الأحمر في المياه الإقليمية المصرية الرئيس السيسي أصدر قانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية قابضة للبترول وشركة شيل إكسي بلوريشن أند برودكشن 93 بي في وشركة مبادلة بتروليوم بلوك البحر الأحمر الربعة القابضة ذات نطاق محدود المحدودة شركة ثروة البترول شيء ميم ميم للبحث عن البترول واستغلاله في قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وقد تتجاوز الاحتياطات الجديدة من الغاز الطبيعي التي اكتشفتها بصر مؤخرا في حدودها المائية في شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر بعد اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها مع كافة الدول مؤخرا وآخرها اتفاقية تيران وصنفير قد تتجاوز 400 تريليون قدم مكعب مقسمة على 200 تريليون قدم مكعب في شرق الأبيض المتوسط وما يماثلها تقريبا في شمال البحر الأحمر مصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معانا وبيان جمهور هام في حل القضية الفلسطينية وجهت مصر دعوة عاجلة للأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس ووثقا لموقع صحيفة الأهرام المصرية وقناة إكسترا نيوز يهدف الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة القطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة ورؤية مواحدة للتحرك الوطني الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد أن مصر بتبذل جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلت منظمة التحليل الفلسطيني وكالة الشرق الأوسط المصرية أفادت أن الرئيس السيسي قال في تصريحات نقلها وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كلال زيارته الاثنين إلى غزة ولقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع إن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهديئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع قوة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وجه الدعوة إلى كل قوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة الرئيس السيسي أكد حسب الوكالة على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير شدد على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته كما لفت أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت أشار الرئيس السيسي إلى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة المصدر معنا كامل الأهرام تنويها صغيرا على هذا القبر أن مصر دولة أفعال ليست دولة أقوال يعني إحنا عارفين نفي ناس كتير اتكلمت وقالت هنعمل ومش هنعمل ولكن ما عملوش أي حاجة مصر هي اللي تحركت ومصر هي اللي قام بفعل كل شيء ننتقل لخبر آخر وقطير تسريب صوتي لأبي أحمد يتسبب في انقلاب داخل إثيوبيا حالة من الاضطراب سادة الشوارع إثيوبية بعد نشر تسريب صوتي لأبي أحمد التسريب الصوتي كان لأبي أحمد وهو في اجتماع معضاء حزبه ويعلن فوزه بالانتخابات التي لم تقام بعد وتحدث عن بقائه في السلطة لمدة عشرة سنوات قادمة وسوف يحافظ على كرسي بالدماء وخلال الساعات الماضية ضقت أسائل التواصل الاجتماعي في إثيوبيا التعليقات بعد تسجيل صوتي منسوب لأبي أحمد يؤكد فيه أنه يفضل الموت عن أن يتخلى عن السلطة وفي التسريب الذي تحدث فيه أبي أحمد بالأمهرية وترجمه نشطاء إثيوبيين إلى الإنجليزية حذر أبي أحمد أعضاء حزب الرخاء من الأحزاب الأخرى التي تريد أن تستولى على السلطة من خلال الانتخابات المقررة في 21 يونيو القادم وأبي أحمد قال نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة من أي خطأ صغير لا يجب أن يتولى السلطة أي شخص آخر خلال العشر السنوات القادمة وقال إنه بيفضل الموت ولن أتخلى عن السلطة سنتخذ العديد من الإجراءات والقوى التي أعددناها لهذا حان وقت العمل بها لذلك سيكون هناك إراقة للدماء هائلة المصدر معنا كان من صحيفة الموجز يعني أبي أحمد يهدد الشعب الإثيوبي بشكل يعني مبالغ فيه وبي أحمد ارتكب جرائم حرب بشعة للأسف لحد الوقت يعني أمريكا بتتحرك ببطء جدا تجاه القضية الإثيوبية وجرائم الحرب اللي بيرتكبها وبي أحمد تجاه شعبه وخصوصا في إقليم تجري ننتقل لخبر آخر وهام وللأسف مصرع قبطان بحري مصري والسبب مفاجأة توفى يسري سلطان قبطان بعد رفضه مغادرة سفينة خدمات بترولية غرقت قبالت شواطئ مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر المصرية نتيجة استضامها بمركب في قاع البحر وتواصل أجهزة البحر الأحمر في مصر جهود البحث عن مهندس مفقود تابع لسفينة الخدمات البترولية الغارقة يدعى عادل نصار وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشار 11 فرضا من طاقة بالسفينة الغارقة قبالت سواحل مدينة رأس غارب وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت في الساعات الأولى من الصباح الأربعاء بلاغا بغرق سفينة خدمات بترولية وأفادت تحديات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية إنسباكتا سيفن تعرضت للغرق نتيجة استضامها بمركب في قاع البحر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء قبالت سواحل مدينة رأس غارب وهي سفينة إمدادات تعمل في إحدى شركات البترول ودفعت أجهزة البحر الأحمر المعنية ومجلس مدينة رأس غارب بالاشتراك مع عدد من شركات البترول العاملة في المنطقة بعدد من القطع البحرية لمكان الواقعة للبحث عن المهندس المفقود وما زالت الأجهزة تحقق في الحادث مصدر معانا كان من أرطي ربنا يرحم يا رب الناس اللي توفوا بسبب هذا الحادث ويصبر أهليهم بإذن الله ننتقل لخبر آخر وهام جدا تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين مصر والسودان التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول للرقم السوداني وذلك بحضور الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والسفير السوداني بمصر محمد إلياس حيث رحب رئيس الوزراء بالأشقاء السودانيين وبعث رسالة تحية لنظير السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أكد ترحيبه بكل أوجه التعاون بين مصر والسودان المهندس عمر طلعت شرح كلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي للأشقاء في السودان وكذا توفير التدريب اللازم في هذا القطاع وبعد اللقاء شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية بصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة جمهورية السودان ممثلة في وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بهدف إرساء ودعم تعاون السنائي المثمر والوثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقام بالتوقيع الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجانب المصري والمهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحاول الرقمي من الجانب السوداني وبعد توقيع مذكرة التفاهم أكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة بمصر السودان والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني وإيمانا بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في تحقيق التنمية الشاملة بالبلدين المصدر معانا كان من صحيفة الموجز نتمنى الخير إن شاء الله بإذن الله لمصر السودان وإن شاء الله يعني وقفين في ظهر بعض في قضية المياه في قضية نهر النيل إن شاء الله حاميين نهر النيل بإذن الله وقادرين وقدينا طايلة بإذن الله على إنهاء ملف سد النهضة في أقل من ستين دقيقة بإذن الله زي ما ذكر اللواء محمود خلف في مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة لحضراتكم من قناتكم المتواضعة وصفحتكم المتواضعة على الفيسبوك واليوتيوب كان معكم العبد الله الفئير إسلام الأمير وكان معنا يعني كورولوس المسؤول عن الإعداد وأبا نوب المسؤول عن المنتاج تحية كبيرة لهم لأنهم يعني ليتعبوا معانا جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته